شديد ما زلنا مستمرين معكم من داخل محافظة الدقالية يمكن مع بدء دقائق الأولى أو الساعات الأولى للفتح اللجان لليوم الثاني لانتخاب الاستحقاق الرئاسي عشرين واربعة وعشرين اللجان في محافظة الدقالية فتحت كلها في معادة الساعة الساعة صباحا لم يتأخر أي لجنة كمان بدأت توافض الناس قبل فتح اللجان بدأت الناس التواجد أمام اللجان للإدلاء بصوتها لليوم الثاني على التوالي خلونا لحضركم من المرأة المصرية برضو كانت لها السابقة النهاردة كنت شوفنا مبرح شباب كتير وشوفنا حرفين كتير بطبيعة حال ان اليوم الحد بيبقى جايزة الحرفين النهاردة شوفنا المرأة المصرية في بداية ساعات الأولى للصباح المرأة المصرية كبار السن متواجدين شباب الجامعات متواجدين عشان نعرف أكتر عن اللي حاصل داخل محافظة الدقالية معانا سيادة محافظة برحبك عن النهاردة فننا أهلا بيكم نوارين الدقالية أولا يعني أنا يعني هاوصف اللي بيحصل والله في الدقالية من مبرح لغاية النهاردة هو ملحمة ملحمة حماس وحب للدولة المصرية من الشعب المصري والدقالية جزء منها يمكن تعاون غير مسبوق بين كل الجهات وبعضيها الجهات القضائية ووزارة الداخلية ومتمثلتها في مدرات الأمن التربية والتعليم الشباب ورياضة كل الجهات بلا استثناء تعاون غير مسبوق وعي يعني مطلق للشعب الدقاليوي سيدات ورجال وحتى الأطفال نزلين مع أهليهم يعني يفرحوا وتحس ان هو يعني عرص انتخابي لكننا في العيد بالزبط والله توريبان سيدات محافظة النهاردة يعني اللي شوفناها النتيجة اللي حين نشوفها النهاردة دي أكيد نتيجة تنسيق كبير للعمليات الانتخابية كلمنا على التنسيق اللي تم قبل العملية الانتخابية أنا يعني قبل مقولك على التنسيق اللي تم وغيره في العمليات اللي مفتوحة هقولك بس ان الدقاهلية يعني محافظة بسم الله ما شاء الله محافظة كبيرة احنا عندنا 24 لجنة عامة وعندنا 947 لجنة فرعية منتشرين على ربوع الدقاهلية كلها والكتلة التصوطية 4.562.000 صوت يعني رقم مهول فكل الرقم ده عشان الناس تلاقي المقارات الانتخابية واخواتنا المستشارين المقارات موجودة بشكل كويس احنا كان فيه جهد مبزول غير عادي قبل الانتخابات بحوالي شهرين تقريبا وتنسيق على اعلى مستوى بين كل المديريات سواء كانت شباب رياضة تربية وتعليم صحة التضامن اجتمعي كل المديريات بالاضافة طبعا لمديرات الامن والحمال المدنية والاسعاف بحيث ان احنا نبقى جاهزين اول ما كانت تنطلق الانتخابات الرئاسية 20-24 نلاقي ان كل المقارات وكل الاماكن جاهزة لاستقبال اخواتنا واهلينا الناخبين فد اهلية فبصراحة يعني اللي تم ملحمة والله وانبرح كان ثمار هذه الملحمة يعني يباين لكل الناس يعني ومش عايزة اقوله والله فد اهلية بس للامانة في مصر كلها غرف عمليات مفتوحة غرفة عمليات مركزية ما بين وزارة المحلية والمحافظة ما بين مجلس الوزراء والمحافظة ابتوا ديت على طول 24 ساعة بالاحداث بالفعاليات بالتفاعل بين الناس بلو لقد الله حد اصيب اثناء التزاحم او حد توفى او حاجة زي كده بيبقى فيه دايما يعني كل الجهات متواجدة وفيها تناغم يعني محافظة ممكن انبارح على مستوى الجمهورية شهدت محافظات مصر مرور لجان حقوقية ومراقبين دوليين عايزة تكلمني اكتر على الحاصل داخل محافظة اهلية هل فيه مراقبين دوليين لمنظمة الحقوقية لنزل والله يعني انا شخصيا مشوفتش بس هم اكيد طبعا عدوا على السادة المستشارين وعلى اللجان والحمد لله احنا مفيش اي شكاوى جات خالص ولا اي حاجة بالعكس الناس كلها زي ما حاجة شايف اكينه عيد يعني عيد كبير عيد صغير حاجة كده الناس كلها فعلا مبسوطة وحتى التزاحم تزاحم منظم يعني مفيش تدافع اللي هو لا الناس وقفة في طوابير والناس اللي برى الطابور فرحان واللي هو الطابور منتظر ضروف بصراحة كانت خلينا سأل حدرك عن اكتر مشهد لفت انتباهك في جولة انبارح والله اشهد اكتر مشهد لفت انتباهي هو المرأة المصرية ويزونا حيك قلت في الاول الستات في مصر ربنا يديهم الصحة ويبارك فيهم كلهم الام والزوجة والابنة يعني والاخت همش عايز اقول اديهم بادينا هم سابقنا يعني وغدين بادينا وراحين الانتخابات وعملين فعالية جميلة يعني كل الناس تحس ان هي المرأة تقود يعني ان الست وغد اسرتها واخوتها ولادها وعملين حالة بصراحة جميلة دي الحاجة الوحيدة حتى السيدات الكبار يعني مش اقول بقى امهاتنا الجدة ووقفين ومشاركين يعني احنا استداخلنا على البوابة في سيدة فاضلة كبيرة يعني مثلا قدي جدتي ولا حاجة حاجة كده يعني ونزلة تشارك حب حب في مصر بصراحة والله انا بشكرك وبشكر يعني صادة البلد وبشكر كل القنوات الاغبارية لعمل التقطية اكتر من ممتازة لدي اهلية وبالتوفيق دايما لمصر كلها ان شاء الله شكرا جزيلا يمكن اعزائي المشاهدين زي ما شفتم ده سيد محافظ كان في جولة النهاردة في اليوم التاني بيتفقت فيها احدى اللي جان داخل مدينة المنصورة